هما تلميذة في مدرسة حكومية في العاصمة كابول كانت تنتظر أن تفتح المدرسة أبوابها اليوم أمامها وأمام زميلاتها إلا أنها تيقنت أن انتظارها وانتظار زميلاتها قد يطول اليوم كانت بداية العام الدراسي الجديد وكان من المتوقع أن يذهب الذكور والإناث إلى الجامعات والمدارس ولكننا نحن لم نستطع الذهاب إلى الدراسة مع الأسف الشديد زيبا معلمة في مدرسة في كابول درست اليوم فتيانا دون الفتيات تطالب السلطات الأفغانية بتقديم فرص التعليم للفتيات أيضا فصل الربيع قد بدأ دعوا البراعمة تتفتح وأن لا تذبل بحسب تعبيرها الرجل والمرأة في المجتمع كجناحي طائر والطائر لا يستطيع التحليق إلا بجناحين اثنين وكذا المجتمع لا يستطيع التطور والنمو إلا بالرجل والمرأة معا حكومة طالبان علقت تعليم الفتيات في الجامعات والمدارس فوق الصف السادس الابتدائي وقد بدأت الجامعات قبل خمسة عشر يوما أمام الذكور دون الإناث واليوم بدأت المدارس هي الأخرى في جميع البلاد العامة الدراسية دون الفتيات بعد شتاء قارس ووصول فصل الربيع ملايين من براعم مستقبل أفغانستان كانت قرارات طالبان منعت عنها ذلك لتحبس الفتيات خلف جدران المنازل عبدالله ناذر العربية كابول